يعني هتدخلني كده بسرعة على الموسم اللي جاي والترتيبات مغير ما اقول لك يعني اخبار شو لك ايه اه عايز تجرجرني للصفقات وانا كنت هنا واتكلم عز ريح الناس انا كنت هنا واتكلم اه الاول في مفهوم الصفقات اللي واخد منحة في منطهر خطورة في السنتين ثلاثة اللي فاتوا وتحولت الصفقات لبطولة الاندية للصفقات التي تؤهل بطولة العالم للصفقات اه واصبح الموضوع مين يكيد مين ومين يغيز مين اه في حين الناد الاهلي بيشتغل بمفهوم واحد الصفقات هي احتياجات فنية انت بتستكمل احتياجاتك الفنية تبقى لرؤى فنية تأتيك من الاجهزة الفنية واللجان الفنية التي والخبراء اللي بيعونوا رئيس النادي في هذه المسألة واعتقد الناس كلها لمست ان الموسم الماضي كان موسم اصلاحي كان موسم اصلاحي بدليل ان انت وانت بعيدا تماما عن الدوري انت الان تتصدر الدوري اذا نجحت الخطة العلاجية من الدوري ان انت تعود لمكانك استكملنا على ما بدأنا في بداية الموسم باستفقات في الاماكن التي احتاج النادي الاهلي وتكاد تكون صفوف النادي الاهلي مكتملة عايزين نجاود اه نجاود في حدود ايه بقى الاحتياجات الفنية لان انت حتى لحد النهاردة استاذ ابراهيم ما عندك شيء الموسم الجاي هيكمل ازاي هنكمل زي ما احنا تلاتين ولا خمسة عشرين زائد خمسة من سبعة وتسعين ولا سبعة وتسعين هتتلغي ولا مش هتتلغي وعدد الاجانب وشمال افريقيا هتحسب ولا مش هتحسب مصري انت ما عندك شيء المانيول او الكاتالوج بتاع السنة الجاية اللي هتشتغل عليه صحيح فاصبح الشغل بشكل انك تكدس الاسماء الكبيرة هيدرك اكتر ما يفيدك انا بس بقول لولادنا اللي على سوشال ميديا اللي هما حتى يقول لك ايه البطء البطء بطء ايه ده انا اللي خلصت بدري وانا كل ما خلص بدري تحسبني عشان اللي بيجي بعديا تقولي خلص فلان وخلص عن الان انا النهاردة بستكمل على رؤى فنية وانا بتحسى بالاسوأ ان قيمتي ايه كذا بعد كده لو القيمة فيها بحبوحة يبقى نقدر نتكلم انه النهاردة احنا بناخد احتياجاتنا وهتكمل في حدود محدودة جدا في الاماكن اللي الجهاز الفني عايزه مش حدش هيستدرجنا ان احنا نخش معاه في سبق ولا نرد على اه ناس ناس مشغولة بيا كتر خيرهم خليكم مشغولين بيا انا بشتغل مش بيا عدلي النادي الاهلي خليك كل ما تعمل اه حاجة تقولي اصل النادي الاهلي انا مش فاهم يعني تتحدث عن نادي الاهلي اكتر مما تتحدث عن ناديك كتر خيرك وهو ده طول عمرنا احنا متعودين على كده الناس مشغولة بينا احنا مشغولين بانفسنا اي خلاص فانا بس حبيت اقول كده اه للناس ان احنا اطعنا المرحلة الصعبة الموسم الماضي في التدعمات واصبح فيه رتوش فيه استكمال للاماكن اللي احنا عايزين يوم يجي يقولك ده حياخد فلان وفلان طب انا دعمت في الاماكن دي